دي طبعاً لحظات بداية التمرين إن شاء الله بإذن الله 48 ساعة يمكن بتفصلنا عن مباراة مهمة جداً 6 مباريات اللي جايين في منتع الأهمية وأنا كلمت مع حضراتكم من برح كلمت جماهير النادي الأهلي على الحالة إحنا في أمس الحاجة في الفترة دي وفي الأيام المتبقية من مسامة الدوري إن إحنا ندعم إن إحنا نوصل صوتنا للعبتنا إن إحنا نقف في ظهر فرقتنا وقدرين إن شاء الله بإذن الله زي ما اتفقنا لأنه إحساسي الكبير جداً من خلال التواصل معاكم دايماً على صفحات قناة النادي الأهلي إن البطولة دي بالنسبة لكم قد إي مهمة صحيح هي بطولة مفضلة صحيح إن إحنا بنحمل لقابها لآخر خمس سنين لكن إحساسي أو الإحساس اللي وصل لي دايماً إنه جمهور النادي الأهلي مركز قوي مع البطولة دي ورغم التتويجات الكتيرة قوي اللي نجحت فيها فرقة النادي الأهلي على مدار التمن شهور الأخيرة بتتكلم على لقبين قريين بتتكلم على لقب عالمي الثالث عالم بتتكلم على سوبر إفريقيا بتتكلم على دوري وكاس النسخة الأخيرة لكن تظل النسخة دي على رأي كابتن علاء نبيل كبرت في دماغنا مهمة جداً بالنادي الأهلي ومهمة جداً لجماهير وإن شاء الله قادرين أن إحنا نحصد اللقب اللي بطلبه بس من الجماهير محدش يجركم ومحدش يستدرككم لفكرة الدخول في المهاترات أو الكلام على صفقات النادي الأهلي زي ما عودنا دايماً بتحرك فيه بشكل أكتر من محترف وبطمن حضراتكم على الأسماء اللي إن شاء الله بإذن الله هتشوفوها لابسة تيشرت النادي الأهلي في الموسم الجديد بس كل حاجة بقوانها مش من مصلحتنا تماماً إن إحنا نتكلم دلوقتي على لعيبة هتمشي أو على لعيبة هتيجي أو على تجديد تعقدات كل ده ممكن يطلع اللعيبة من تركزها فأرجوكم أرجوكم ست مطشاط خمسمية وأربعين دقيقة زي ما بيقولوا كده يوصلونا إن شاء الله بإذن الله دير على الدوري في الجزيرة زي ما تعودنا دايماً